السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا يا جماعة. اه استكمالا للحلقة الاخيرة اللي انا اتكلمت عنها عن العشر دولار عشان تفعيل اه وبصل للبين كود. فعلا امبارح اه يوم تمانية وعشرين فبراير جالي من اه جوجل ورسالة طبعا على الايميل زي ما حضراتكم شايفينها اهي. اه بيقولوا لقد ارسلنا رقم التعريف الشخصي اللي هو في رسالة بريد طبعا مقصود هنا البريد مش بريد الكتروني. البريد اللي هو البريد المصري يعني. تمام? اه الى عنوان الدفع المدرج في حسابك على ادسنس. طبعا اه الرسالة دي يا جماعة المفترض حتيجي من خلال اه تلات اسابيع لاربع اسابيع. تمام? اه الكود ده اللي هيجي هيبقى مكون من ستة ارقام. اه الكود ده طبعا اه بكتبه وبدخله على الاكاونت بتاعي في اه جوجل ادسنس. زي ما احنا هنشوف دلوقتي حالا. انا فتحتها يا جماعة الاكاونت بتاعي. طبعا هنا ده الرصيد الاخير عندي طب واحد يقول لي ده ده ستة دولار وكسور انت قلت انه عشرة دولار. طبعا هنا بيبقى التحديس بيبقى كل تمانية وعشرين يوم. تمام? لكن هو عندي فعلا عشرة دولار. فهنا تحت هو جماعة زي ما انتم شايفين بيقول لك اثبات اه صحة عنوان ارسال للفواتير. برضو تاني بيأكد علي في الماسيج زي ما حضرتكم شايفين. والمفترض هبدأ اه لما يعني البريد ده يجي لي ان شاء الله الظرف هفتحه. وحبدأ بقى ادخل اه الكود المكون زي ما احنا قلنا هو حتى بصوا هنا بيقول لك تم ارسال رقم تعريف شخص بالبريد في تمانية وعشرين فبراير الفين واحد وعشرين من المفترض ان يستغرج وصوله من اسبوعين لاربع سبيع. يرجى اثبات صحة عنوانك بيدخل لك من تعريف الشخصي الذي ارسلناه لك. طبعا انا المفترض اه بضغط على كلمة اه تحقق. تمام? وابدأ بقى ادخل زي ما قلنا الكود اللي هيجي لي اللي هو مكون من ايه? من ست ارقام. اه طبعا هنا بيقول لي انت لديك تلات محاولات لما يجي لي يعني واجي ابدأ اكتبه. بيبقى ليها تلات محاولات بس. اه وان شاء الله يا جماعة هننتظر برضو زي ما بنقول الظرف بازن الله لما يجي لي في خلال اه تلات اسابيع واربع اسابيع يعني من تمانية وعشرين فبراير اقصى حاجة يغاية تمانية وعشرين مارس. اه دي كانت اه يعني حلقة النهاردة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة